السلام عليكم، ازيكم يا احلم تابعين؟ يارب تكونوا بخير معنا نهاردة خبر جديد بيقول الفنان محمد سروط يمازح المصورين بإطلالة لافتة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل، إذا عجبك المحتوى، ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منها كل جديد وحصري على أخبار حصرية الآن الخبر بيقول لفتة النجم محمد سروط الأنظار خلال تواجده على السجادة الحمراء لحفل افتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي أقيم مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية وأطل محمد سروط على السجادة الحمراء ببدلة من ثلاث قطع باللونين الأسود والكحلي ونصقها مع رباط عنق باللون الرمادي وخلال تواجده على السجادة الحمراء قام الفنان محمد سروط بممسحة المصورين لتلتقط العدسات تعبيراته وحركاته الكوميدية ويذكر أن الفنان محمد سروط عرد له مؤخراً مصرحية صوابع زينب ضمن فعليات موسم الرياض مصرحية صوابع زينب من بطولة الفنان القديرة هالة صدقي والفنان محمد سروط والفنان عمر عبدالجليل والفنان محمد ردوان وغيرهم من نجوم الفن وتدور أحداث المصرحية حول شخصية زينب وهي أم لثلاثة بنات وتحاول تزويجهن لكنها تعاني بسبب شخصيتهن لذلك تقوم بتنفيذ خطة مع المعلم عنطر الذي يحبها ويريد الزواج منها ويذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سيقوم في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر وسيتم اختتام المهرجان بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفيلم فيراري 2023 فيلم السيرة الزاتية المرشح لجائزة الأوسكار للمخرج مايكل مان وبطولة كل من آدم درايف وسيدل وسيصدل السطار على المهرجان وبرامجه مع عرض خاص لفيلم الصبي وملك الحزين لعام 2023 للعبقاري هايو ويشهد حفل الافتتاح والعرض العالمي الأول للفيلم الرومانسي الخيالي السعودي حوجين 2023 من إخراج ياسري اليسري في النهاية إذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم مننا كل جديد وحصري على أخبار حصرية الآن موسيقى موسيقى